قبل أن ينجو من مصير غامض خطط له الجنرال محمد أوفقير بعملية تسمى بوراق F5 وإليكم أصل القصة في 16 أغسطسي آب عام 1972 وتحديداً في مدينة تطوان شمال المغرب كان كل شيء على ما يرام أجواء آمنة وليس هناك ما يدعو للريبة أو الشك طائرة الملك المدنية من تراز بوينغ 727 قادمة للتو إلى أرض المغرب من مدينة برشلونة في سماء المملكة ينتظرها أفقير بمصير غامض كاد التنصاع له لو لا تدخل القدر كاد ذلك اليوم أن يكون الأخيرة في مسيرة الحسن الثاني وأدرك أفقير منذ اللحظة الأولى أن طريق الرجوع لم يعد ممهداً وأن نزول الحسن الثاني على الأرض وهو لا يزال على قيد الحياة سيعني نهايته للأبد كان جنرال محمد أفقير محل ثقة ملك المغرب وربما لم ينتظر منه ذلك السيناريو الغامض وذلك الرغبة جامحة الملحة في إنهاء حياته بذلك الشكل المروع ومن يراه في صور لا حصر لها وهو يقبل يد ملكه لا يظن ولو حتى عن طريق الخطأ أنه سيكون ضالعاً في محاولة للتخلص من حياته بهذا السيناريو الأسوأ كانت كل المقاليد الأمنية في يد أفقير بداية من العام 1971 سلطات متفرقة في جميع القطاعات الأمنية والعسكرية وثقة بالغة من جانب الملك لكن في ذلك اليوم المشهود تحركت طائرات عسكرية من تراز نورثروب F5 لتطوق حركة الطائرة الملكية وتقديم هامها في دقائق معدودة حتى هذه اللحظة لم يكن الحسن الثاني يشعر بالقلاق وعندما أبلغه قبطان طائرته النقي محمد قباج بسرب البوارق لم يرى الأمر أكثر من مواكبة للطائرة الملكية لكن بعض لحظات قليلة فتحت البوارق نيرانها وبمناورة رائعة من جانب قباج أعلن فيها عبر اللاسلكي رحيل الملك متأثراً بإصابته وقضاء كابتن الطائرة الملكية وعليه نجح قباج في الهبوط الاضطراري في أحد ضواحي العاصمة الرباط ومنها سريعاً إلى قاعة الاستقبال في المطار حيث استقبله وفد رفيع المستوى لا يعلم بما حدث سرعان ما قاد الحسن الثاني سيارته نحو غابة مجهولة وأمر الوفد بأن يرحل إلى قلب المدينة دون أن يشعر أحد بأي شيء غامض فقط شاركه شقيقه في تلك المحمة كانت الحيلة الأخرى أكثر صواباً من الملك إذ نفذت الطائرات خطتها التالية في القصر الملكي ومطار العاصمة للتأكد من نهايته ليعلن في ليلتها خلافة إدريس بن عمر للجنرال أفقير الذي قضى في ظروف غامضة قبل أن تكشف نجلته عن أن الأمر لم يتعدى كونه تخلص من الجنرال الذي فقد ثقة ملكه ليزدل الستار عن مسيرته الحافلة بالكثير من الأسرار وتبقى صورته وهو يقبل يد الملك إحدى أكثر اللحظات زيفاً في حياته